اهلا بكم النهاردة هنتكلم عن الفيلم الامريكي بس قبل ما نبدأ هيشرفني جدا انك تشترك في قناتي واتفعل الجرس ويا السلام لو لايك جميل منك كده للفيديو فيلمنا بيبدأ مع لورا وزوجها ديفيد بيكونوا في القارب بتاعهم وبيتكلموا وفجأة بيقع ابنهم توماس في البحر لكن بالصدفة بيشوفوا شخص اسمه إليان وبيقدر ينقذه وكانوا خايفين جدا وبيتطمنوا عليه ولورا بتشكر إليان على انه كان سبب في انقص حياة ابنها وكمان ديفيد بيشكره جدا وبعدها خده توماس وميشيو تاني يوم ديفيد قرر ان يعزم إليان عنده على الغدا وكانت صديقة لورا بتقول لها ان إليان وسيم جدا وشكلها حبه ولورا بتقول لها انت مجنونة انت متجوزة وهي ولا في دمخة انها متجوزة وهم على الغدا ديفيد بيسأله انت بتشتغل ايه وإليان بيقول له انا شغال في مجال ترميم خشب الاساس المنزلي وباللاقي لورا بتقول له ان بيتنا محتاج ترميم كتير وبتعرض على ديفيد انه هو يرميم لهم الاساس بتاع بيتهم وفعلا ديفيد عرض علي انه هو يبدأ شغل من بكرة تاني يوم كانت لورا وصاحبتها متعودين انهم يبدأوا يومهم بالرياضة وصديقتها لما عرفت ان إليان هيشتغل عندهم في ترميم البيت بتقول لها يا تار هيقعد قدي يشتغل في البيت وبتقول لها كمان انا معجبة بيه جدا ولورا لما رجعت البيت كانت بتبصله من الشباك وإليان خد باله وشور لها بايده ولما خرجت قال لها انا عايزة وريك التصميم اللي عامله للمطبخ وهي كانت بتتكلم معي بس كانت مركزها في حتة تانية هي بعدها استأذنت منه وبتقول لها راح اخد شاور وهي بتاخد شاور سمعت صوت حركة وبنتفاجئ بانه إليان بيتسحب من قدام الحمام وبيشوفها لكن هي ما خدتش بالها بعدها لورا راحت المتجر تشتري طلبات للبيت وبينلاقي إليان في نفس المكان ولورا بتسأله انت بتعمل ايه هنا وهو قال لها انا دايما باجي هنا عشان اشتري نوع من الكعكة بحبها جدا وقال لها غمض عينك وبدأ يدوقها الكعكة وهي بتعجيبها جدا وبعدها قعد ويدردش شوية تاني يوم كان إليان شغال في البيت وصديقة لورا جات وبتسأل عنها وهو قال لها اكيد قعدة فوق وهي بتقول له انا صديقة لورا وسكنة في بيت قريب من هنا وإليان ما كانش عايز يركز معيها لكن هي كانت مصممة انها تتكلم معي وبتقول له يا ترى انت لك حبيبة وفجأة لورا بتنزل وبتقول لها انت دايما كده اسئلتك كتيرة وهو بيقول لها انا حاليا مليش حبيبة بس حطت عيني على حد الايام دية إليان كان يقصد بكلامه لورا وبعدها بيسيبهم ويروح يكمل شغل وصديقة لورا كانت سعيدة جدا انها تكلمت معاه بعدها إليان هو ولورا كانوا بيجيبوا طلبات للشغل في البيت ولورا بتقول له الجو شكله بيوحي ان في عصفة جديدة جاية وبتقول له لازم تروح تشوف القارب بتاعك ولما راحت هي كمان تشوف القارب بتاعها بتتفاجأ انه مفتوح ولما دخلت جوه القارب بتتصدم لما بتشوف اندر وير حريمي وطلعت فوق تبكي بحزن جديد على خيانة ديفيد ليها ولما شافها إليان جرع عليها وهي ما كانتش عايزة تقول له لكن في الآخر بتقول له ان اكتشفت ان ديفيد بيخني وبيقول لها عرفت ازاي وهي بتقول له الايد ده في القارب تحت وكانت متعصبة جدا وهو حاول يهديها وقال لها تعالى عزمك على قهوة عندي في القارب بتاعي وفعلا راحت معها وبينلاقيه بيتقرب منها وبيقول لها انت جميلة وجذابة وما كانش ينفع تتخاني وهي بتلمس ايده وبتشكره وبعدها بتقول له انه لازم امشي دلوقتي ولما الجوه كان بارد إليان سائل حنية وغطاها من البرد وكمان بينزلها بنفسه وبالليل بنلاقي ديفيد بيحاول يقرب لها لكن هي بترفضه وبتبصله بحزن على خيانته ليها تاني يوم كان إليان بيعلم تومس شوية من شغله ولورا لما جات فضله يدردشه شوية وبعدها قالت له هروح اخد شاور وبنتفاجئ ان إليان بيروح لها الحمام لا وكمان بيقلع حدومه وهي ضعفت وعمل علاقة مع بعض وبكده هي التانية خانت جوزها ديفيد تاني يوم لورا راحت لزوجها ديفيد القارب وقالت له انا شفت اندر وير حريمي في القارب وبتقول له انت بتخني وهو قال لها اكيد بتاع الصديقي وصديقته عشان انا دايما بسيب مفتاح القارب معاه ولورا صدقت كلامه ان ما خنهاش وحضنته وكانت ندمانا ان هي اللي خنته ولما رجعت البيت لقيت إليان بيلعب كرة مع ابنها تومس وبينلاقي إليان بيدي تومس شوكولاته وبيقول له روح يلعب مع صاحبك ولورا قالت له احنا لازم نتكلم وإليان بنلاقيه بيلمس جسمها وهي قالت له ماينفعش تعمل كده ولما دخله جوه قالت له انا ندمانا على اللي حصل بيننا وبتقول له انا بحب ديفيد ولازم ننهي العلاقة دي وهو قال لها هو مش بيحبك ومش مهتم بيك وبدأ الجو يسخن وهي ضعفت وخانت زوجها تاني وبعدها إليان كان ماسك صورة للورا وديفيد وبينلاقيه بيقص راس ديفيد وركب صورته مكانه تاني يوم بنلاقيه راكب عربيته تحت بيتها وبيبعت لها رسالة وبيقول لها انزيل اشوفك عشان جايب لك هدية معايا وبينلاقيه جايب لها بوكي ورد وحاول يبصة لكن بنلاقيها بترفض وهي بتقول له انا عيد ميلادي بكرة وهو بيقول لها انا حبيت اكون اول واحد يجيب لك هدية وفي نفس اللحظة بيوصل ديفيد زوجها وبيقول للورا لمين بوكيه الورد اللي معاكي وهي قالت له إليان جايبه بناسبة عيد ميلادي ولما إليان مشي قال لها انا كنت هشتري لك واحد زي بكرة وبيسيبها وبيمشي وبينلاقي لورا بعدها راحت لإليان وبكل غضب بترميله البوكيه وبتقول له الموضوع ده ما يتكررش تاني وانا بحب ديفيد زوجي وبتقول له كمان انت لازم تسيب الشغل في البيت وتمشي وفعلا لما جابت ابنها من المدرسة ورجعت ما كانش موجود وهي بدأت تجهز عشان عيد ميلادها ولما خرجت بتتفاجئ بديفيد وأصحابها متجمعين عشان عيد ميلادها وبتكون ساعدة جدا لكن إليان اللي بيكون من ضمن المعزين بيبقى متدايق وبينلاقي ديفيد بيعرف إليان على صديقة جديدة اسمها آنا اللي بيلاقيها بتعجب بيه جدا ولما خلصت حفلة عيد الميلاد قالت له أنا عرفت إنك عندك قارب ويا تارى في مانع إن أروح معاك وهو بيوافق إنها تروح معاه وبالليل بنتفاجأ إن إليان بعت رسالة لورا وبيقول لها أنا هعمل أي حاجة عشانك وهي بترد عليه وبتقول له ابعد عني وبتكون مرعوبة جدا من إن ديفيد ياخد باله ونرجع لإليان اللي بيكون وصل هو وأنا القارب وبيعملوا علاقة مع بعض وبعد ما خلصه بتتفاجأ أنا بصورة لورا وبتقول له أنت على علاقة بيها وبتقول له كمان يا تارى ديفيد عرف اللي بينكم لكن إليان بيجي من وراها وبيخنقها وبيخلص عليها تاني يوم كان إليان بيرائب لورا وزوجها ديفيد وكان حزين جدا بعدها ديفيد راح الشغل بتاعه ولما دخلت لورا جوه البيت بتتفاجئ بإليان سايب لها رسالة بحبك للأبد على كل مكان في القوضة ولما خرجت برة بتلاقيه واقف بالعربية وبتقول له أنت بتعمل إيه هنا وهو بيقول لها أنا لازم أخلص شغلي في البيت وهي قالت له أنا مش عايزيك تشتغل تاني هنا وهو حاول يلمسها لكن هي قالت له ما تلمسنيش خالص وهو حاول يقرب لها بعنف وهي قالت له لو ما مشيتش حالا هتصل بالشرطة وبينلاقيه بيهددها وبيقول لها لو بعيدت عنها عرف الناس كلها وكمان ديفيد إنك خنتي معايا ولما قرب لها بعنف توماس ابنها بيصرخ وهو بيسيبها وبيضطر بعدها يمشي في نفس اليوم بالليل واحدة كانت معادية من قدام قرب إليان وكانت مسكة سلسلة في إيديها ولما وقعت السلسلة منها في المية ونزلت تجيبها بتتفاجأ بجسة أنا اللي قتلها إليان وبعدها الخبر انتشر على التلفزيون ولما ديفيد حاب يتصل عشان يعرف تفاصيل الخبر بنتفاجأ بإليان بيتسحب من وراه بيخضره وفي نفس اللحظة بتسحى لورا على صوت في البيت ولما خرجت تشوف اللي حصل بتلاقي إزاز مكسر وبتعرف انه من صورة بتجمعها هي وديفيد وبينلاقي إليان هو اللي خدها وبيحرقها ونرجع لديفيد اللي بيكون مربوط في قرب إليان وبيحاول يفك نفسه وفعلا قدر يعمل كده وبيتفاجأ بصور لورا مراته مليا المكان لكن بييجي إليان من وراه بيضربه وبيقول له لورا دي ملك أنا وبيفضل يضرب فيه ونرجع للورا اللي اعترفت لصديقتها عن العلاقة اللي بينها وبين إليان وقالت لها على كل اللي حصل وبعدها لما حاولت تتصل بديفيد زوجها كان على طول التليفون مغلق وبينلاقيها بتسيب له رسالة صوتية وهي بتبكي وبتقول له أنا بحبك جدا وعايزاك ترجع ولما رجعت البيت بتتفاجأ بإن إليان موجود وهي بتبقى مرعوبة منه وهو حاول يهديها بكاش شامبانيا لكن هي بترفض وبتقول له لازم تمشي دلوقتي لكن هو بيمسكها تاني وبيحاول يهديها ولما سألته عن ديفيد بيكون متعصب جدا وده بيخليه يمسكها من شعرها وبيقول له أنا مش عايز أسمع سيرته تاني انت ملكي أنا مش ملكه هو وبيكون ابنها شايف اللي بيحصل ولورا بتترجعنه يسيبها عشان ابنها ولما حاولت توصل للتليفون بيجرها من شعرها ويطلحها فوق وكمان بيربطها ولما خليها تتكلم لورا بدأت تمثل عليه إنها بتحبه وهو كمان قال له أنا بحبك وده خليه يفكي لها الرباط اللي عامله ولما قلت له عايزة تطمن على ابن توماس ونزله تحت ابن تفاجأ إنه ربطه في الكرسي ولما صدقتها كانت معدية بالصدفة من قدام البيت إليان خاف إنهم يدخلوا وعشان كده أمرهم إنهم يطلعوا فوق وبعدها بيشيل توماس ويخرجوا بره وبيقول له أنا عايز أمك في كلمة سر وبينلاقيه عايز يعمل معها علاه لكن هي بتحاول تهرب ولما دخل توماس إليان اتكسف ولورا قدرت تغبطه بالإزازة في روصه وبعدها بتحاول تستخبه وخدت السكينة دي وحطتها في جبهة وبتقول له توماس عايزك تجري بره بسرعة وبعدها هو قدر يوصل للورا وبيغبطها في رصه وبتفقد الوعي وبعدها بنلاقيه لففة في كيس وخدها لقارب ولورا لما فائت بدأت تقطع الكيس بالسكينة اللي معاها وفعلا قدرت تخرج لكن بتتفاجأ بإليان اللي بنلاقيها طعنته في بطنه وهربت ولما لقيت أصار دم في الأرض ومشيت وراه بتتفاجأ بديفيد وهو مربوط ولما حاولت تتصل بالشرطة لقيت السلك مقطوع وبينلاقي إليان قدر يوصل لها تاني وهي بتحاول تهرب منه بأي طريقة لكن إليان قدر يوصل لها وبينلاقيه بيمسكها من رقابتها وبيقول لها انت ملكي أنا لكن لورا قدرت تضربه برجليها وبينلاقيه بيقع من الشباك وبيموت فورا وهنا بينتهي في المنا النهاردة هيشرفني جدا اشتراكك في القناة وتفعيل بجرس ولايك جميل منك للفيديو